مرحبا بك مع امولا اليوم نعمل مع بعض نحاجة زمنية بنينا برشا اللي هي خبزة مخفية وإلا خبزة مدفونة كي ما تتسمى في الزمن الجميل على تاريخ تومي ربي فضل هيري بش نحاول نعطيكم المقادير بالمغارفة حبيث هوني سبعة مغارف كبار فارينا وباش ناخدو زيدا كيف كيف سبعة مغارف كبار سميد ارطب معناها بين سميد والفارينا هاوكا قلت لكم سبعة مغارف حبيث نعطيكم المقادير بالمغارفة باش نتجربوها حاجة بنينا برشا فما نستعرفها فما نستعرفها فما نستعرف هيش نبرتجيها معاكم ملوم على طريقة مغارفة صغيرة هوني سكر نخلط المكوينة تمتعي لكل نحطها بدوكوتين نضيف هوني زيدا كيف كيف رشة معناها ملح مش نسمانيش نستعملو حقيقة لحليب لخميرة لحد شاي اذا هي هي الطريقة زمنية اللي مما دي ما تعملها ربي فضل هنا هوني ضفت اينا من عندي شوية سمسم شوية سينوز والكل وباش نضيف هكا بشوية بشوية الماد دافي نضوه بشوية الملح متاعي نخلط المكوينة متاعي باش نضيف هوني ثلاثة مغارف تقريبا كبار زيت زيتونة وكل مرة نضيف الماد دافي ونعجل العجينة متاعي مهم برشا العجينة نعجنوها باش تعطينا هيكا معناها تكون تريا والكل وبعد نخليوها ترتاح الوقت اللي احنا بشمشيو نحضروا فيه معناها الحشو متاعنا باش نستعمل الفور لحقيقة من غير فور بنينة برشا هوني ضهنت هكا العجينة متاعي بالزيت وخليتها دوكوتة اخليت المقلة متاعي حتيت شوية زيت شفتوا يعني حضرت شوية فريت خطنا نعرف صغير يحبوا هكا معاها شوية فريت هوني حتيت شوية بصل مع دنوس تماطم فلفل وباش نبدأ هكا بشوية بشوية بنفوح حتيت هوني شوية هروس ثوم معناها بودرة شوية ملح مش برشا باش مدينيش برشا مال باش نضيف شوية بلوكروية شوية كوركم يعني لفحاتي لتعفوهم هذوك مش نضيف زيت شوية ثوم نحبها بزيت شوية دوك مش نخليهم مش نضيف المال احد شي باش نخلي المكاوينيات متاعي لكل هكا واني ذا 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 را ومعناها مع نوس شايح مع شوية بصل معناها زيتهم زيت كيف كيف الموضف زيت الكبز يجب في الكفل وانبعض متباعد من أجل الفلكح من الزيته أنا ب Reyلق بشوية مهما المكاوينيات نخلي هوني على نار هيد حتى للا مااناها تطيب الخضراء المتاعي كل فالاخر بالكل لدي شوية هكا بشي نضيفهم وكل نجمو تعملوها من غير الحام لكن انا عندي شوية هكا بشي كبز حصلت موايكا تراشيت ووضفتهم وخليت كل شاي تيب مع بعض رجعت الخبزات متاعي سمحوني ادهان توجاق متاعي بشوية زيد ويدي زادة كيف ونحلها بالقلقال كل الكعبتين نحلهم نضيفها بالشكل كما نخطركم يعني في الاخر بالكل انا حتيت شوية اسكالوب يعني مقصوص هكا جوية وطيبتهم هيكا سينواتج متستعملوا من غير من غير الحم لانو قبل جقوا معنا بشحمة تجي اكثر حاجة هيكا وإلا بالقديد حصل لنسيت امي تبرتجتها معاكم لحقيقة على طريقتها هي قبل ومرة هذي حبيت انا نعملها حتيت هوني شوية فرماج هوني رابي من فوق حاجة اختيارية زيدة اشخطك مراهي معنيها طرق تختلف لقيقة وبني اينا حتى بني اينا ومي دونك حبيت نضيف هيكا حاجيتونك هوني نقيس هيكا بتبع على قيسة الاسحان متاعي بالجيني مستويا بعد نحطوا على الجين ونقعدوا انطيبوا الخميزات متاعنا في القلقالهم هوني مزلت سخوننا لكن حبيت نقصوا نوريكم ابنينا برشا من الزمن الجميل وديما نطلبوها من نمي لحقيقة حاجة ولا اروع نحبوها لقيقة بالطريقة هذي ولا اروع بنينا بنينا سيختوها هيكا مع شوية اصلاتها مزلت سخونة الفرماجة ذيكا حبيت اينا نظيفها لكن حاجة اختيارية ان شاء الله انتوما تجربوها وتستمتعوا بها خبزة مخفية ولا خبزة مدفونة من الزمن الجميل اليوم على طريقتي على طريقة ممع سامحوني بلا ما سيتي اينا زيدة كيف كيف ربي فضلكم من الناس الكل ديما لايك وباختاج فانتظار وصفات اخرين نحبكم برشا في امان الله ربي فضلكم من الناس الكل لازم تجربوها بنينا برشا وحاجة ولا ارو بس لما